أثناء حياة يوسف عليه السلام بمصر كان الهكسوس يحتلون مصر وهم من يحكمون شعبها وقبل وفاته أوصى أهله من بني إسرائيل بالتمسك بعبادة الله وحده وبأن يصدقوا في قولهم ويعدلوا في أحكامهم وبشرهم بأن رسولا سيأتي منهم بعد فترة من الزمن وبعد وفاته عاد سكان مصر إلى ضلالهم وشركهم أما أبناء إسرائيل فقد اختلطوا بالمجتمع المصري فظل منهم من ضل وبقي على التوحيد من بقي وبعد أربعة قرون تكاثر بن إسرائيل وتزايد عددهم واشتغلوا في العديد من الحرف وكانوا يساندون الهكسوس على المصريين أصحاب الأرض فكرههم المصريون ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذا الكره خوفا من انتقام الهكسوس ظل هذا الحال كما هو حتى استطاع أحمس طرد الهكسوس وتحرير مصر من طغيانهم ثم حكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه وعندما رأى هذا الملك بني إسرائيل يتكاثرون أصدر بعض القوانين تجعل بني إسرائيل عبيدا وليس من حقهم مغادرة مصر انتقاما منهم لمساندتهم للهكسوس أيام احتلالهم لمصر وفي أحد الأيام رأى هذا الملك أو الفرعون في منامه بأن نارا تأتي من بيت المقدس تلتهمه في مصر وقد فسر له الكاهنة هذه الرؤية بأن واحدا من بني إسرائيل سيسقطه عن عرشه فأصدر الفرعون قرارا بأن يقتل أي وليد ذكر من بني إسرائيل إلا أن مستشاري فرعون وضحوا له بأن هذا القرار سيؤدي إلى فناء بني إسرائيل والأفضل أن يذبحوا الذكور في عام ويتركونهم في العام الذي يليه وقد وجد فرعون أن هذا الحل هو الأسلم فلما جاء العام الذي يقتل فيه الغلمان ولد موسى عليه السلام فخافت عليه أمه من القتل وأرضعته في السر ثم جاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله إليها فيها بصنع صندوق صغير لموسى ثم إرضاعه ووضعه في الصندوق وإلقائه في النهر ففعلت رغم تألمها لأنها تعلم أن الله أرحم بموسى منها وأوسط أخته بمتابعة الصندوق حتى تعرف أين مرساه لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره للنيل أن يحمل موسى برفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون في هذا الوقت عادت أخت موسى وأخبرت أمها بمكان توقف الصندوق وعندما ذهبت الجواري ليملأنا الجرار من النهر وجدنا الصندوق فحملناه إلى آسيا زوجة فرعون المؤمنة الرحيمة والتي كانت لا تلد وتتمنى أن يكون لها ولد أمرت آسيا الجواري بفتح الصندوق وعندما رأت موسى بداخله أحست بحبه في قلبها فحملته من الصندوق فاستيقظ ولأنه كان جائعا بكى ثم ذهبت آسيا إلى فرعون وهي تحمل موسى بيدها فسأل من أين جاء هذا الرضيع فحدثوه بأمر الصندوق فقال بقلب لا يعرف الرحمة لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة فذكرت آسيا زوجها بعدم قدرتهم على الإنجاب وطلبت منه أن يسمح لها بتربيته فسمح لها بذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فعلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون